حدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو رئيس تنفيذي لشركة دار جلوب المدرجة في بورسة لندن واتبع لدار الأركان السعودية سيد زياد الشعار أهلا بك سيد زياد شكرا جزيلا في السيديو سي أم بي سي عربية نتحدث بداية بطبيعة الحال عن هذا المشروع وتوقيع اتفاقية جديدة مع مؤسس ترامب لإنشاء بورج ترامب هذه المرة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدالة وتعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الاتفاقية حجم العقد وكذلك ربما الغارة اليوم التي تسعى من خلاله هذه الشراكة ربما تحدثتم عن الجذب المزيد من المستثمرين في هذا القطع تحديدا اسمحي اللي أبدأ من الشيء الثالث من السؤال نحن شركة متخصصة في التطوير في المدن العالمية المدن اللي بتستقطع بعدد كتير كبير من جنسيات الأجنبية مثل أكيد نحن اليوم في دبي اللي بتستقطع بفوق المتين جنسية مثل لندن مثل جنوب إسبانيا ودخلنا مع مجموعة ترامب قبل هذا المشروع في مشروعنا في مسقط في مشروع عيدة مشروع خمسة مليون متر دخلنا مع مجموعة ترامب بغولف كورس وبفندق وبتطوير سكني وهذا الثاني أعلان لإلنا مع نفس المجموعة لأنه منها تبير علامة ترامب أنا عندي اختصاص فيها من 2014 علامة بتعني للزبون علامة أناقة علامة عالمية علامة في نسبة تقول تحدي وقوة ونجاح فمرتبطة هالعالمية بعدد كبير من المشاريع النجاحة جزء مننا فندقي جزء مننا جولف كورس وجزء مننا أكيد سكني ونحن ما نحب ننقل هل الميزات مثل ما عملناها في عمان هلأ عم ننقلها على هذا البرش في جدة اللي سيكون أول مرش مشروع لإلنا وعلامة ترامب في المملكة العربية السعودية طيب كونه يعني نحن في سي أم بي سي حارسين دائما أن يكون في عنا شيء مختلف عن تصريحاتكم في أي مكان آخر يعني كنوعا من التنويع يعني ما الجديد في إعلانكم عن هذا المشروع يعني ترامب أنا ما بتحدث عن برج سكني عادي هاي علامة تجارية أكيد في إلها مضاميني كثيرة السعودية بدأت حديثا في اتخاذ خطوات من أجل أن تكون مركز إقليمي الكثير من الشركات العالمية وأصدرت مؤخرا عدد من الحوافز الاستثمارية عن طريق تملك العقاري للمستثمري الأجانب هل كنتم أنتم من أوائل من سعى لأن تكونوا على القائمة سؤال جدا جدا مهم شركتنا الأم شركة دار الأركان نحن أسسنا من دار الأركان أنتم رحنا في البورصة البريطانية بسوق لندن من حوالها سنة ونص المتخصص في العقار السعودة فالعالم عم تسأل ليه دار جلوبل اللي هي أصلا مملوكة 88% لدار الأركان داخل على المملكة العربية السعودية وهذا بيجاوب على سؤالك تماما لأنه نحن متخصصين بالمستثمر الأجنبي متخصصين بالإنترنشنال كاستمر نشتهل حاليا بحدود 110 جنسيات وهدولا يدرين نحن نقنع جزء منهم بالدخول لسوق المملكة العربية السعودية بعد الأعلان بشهر 3 لـ 2024 السنة عن الحوافز لتملك الأجنبي بسوق المملكة وبالتالي اليوم صار فيه من خلال تملك عقار بأربعة مليون ريال أو أكثر إقامة مدى الحياة كل ما الشخص مالك العقار نحن أول شركة بالتعاون مع دار الأركان أخذنا مشروع موجود في الرياض وسوقناه بحدود العشرين بلد إجينا خلال شهرين 12 جنسية أجنبية تملكت في هذا المشروع اشتروا على الخارطة؟ اشتروا على الخارطة وضمنها تعثر في السداد هذا مشروع موجود ضمن مشاريع روشن اللي هن أحد شركات صندوق الاستثمار العام ونحن في عنا تعاون معهم فبجزء منها المشاريع سوقناها ويجينا جنسيات جزء منها ما داخل قبل على السعودية بس هؤلاء الأشخاص بيشوفوا اليوم سوء الخليج والمدن الموجودة في الخليج هي سوء جاذب للاستثمار أكيد هذا اللي بديته دباي وبعدين طلعنا منه للدوحة ولا مسقط ولا هالمدن يعني ربما مثل ما أشرت هذه الفئة اليوم التي ترى المنطقة أو ربما اليوم قنوات استثمارية جديدة مثل ما تحدث ربما يكون لها حوافز أخرى في المقابل كالإقامة الدائمة اليوم إلى أي مدى ربما هذا كذلك مهم بالنسبة للمستثمر الأجنبي الذي يدخل المنطقة اليوم بإقامة دائمة وكنت تحدثنا قبل حديثنا بأن هناك مبلغ معين للاستثمار في مشروع لكي يكون لديك هذه المحفزات أو بالنسبة لهذه الفئة من المستثمرين يشوف جزء كبير من المستثمرين اليوم بيشوفوا المنطقة ككل منطقة الخليج هي منطقة جزء بالاستثمار منطقة جزء بالاستثيحة لأن أول شي منطقة إمنة منطقة موجودة بموقع مميز بنص بوسط العالم بعدين بيشوفوا في حوايز كبيرة ضريبيا يعني اليوم تملك العقار ما علي ضريبة سنويا مثل ما أنا الضريبة السنوية اللي بتفعها مثلا في إسبانيا أو في بريطانيا أو في أمريكا فكمان هي جزء مهم من المحافظة على الثرويت أنا بحافظ على ثروتي فيها حتى تستكملوا هذه المشاريخ اللي ندخل في شركة جلوبل صرحتم في وقت سابق بأنه ستستثمروا في السوق الأمريكي في الأسهم تحديدا ليش اخترتوا هذا التوقيت السوق طالع كثير عندك هل في عندكم استهداف لعدد من الشركات أو الأسماء أو قطاعات معينة قيمة ما ستستثمرونه في سوق الأسهم الأمريكي كم نحنا بأعتقد بس لازم صوي بشوي نحنا كشركة متخصصين بالتطوير بالأسويق اللي فيها عدد جنسي كثير كبير من جنسيات وبالتالي صرحنا من قبل حتى حطينا ديسكلوجر بالشركة أنه نحنا مهتمين نطلع على أسويق مثل أسويق مايامي مثل أسويق نيويورك مثل أسويق لوس أنجلوس لأنه بكل واحدة من هذول الأسويق في حدود المئة جنسية بتستثمر هناك فهدفنا اليوم نحنا أنه نطلع نلاقي شركة ضمن هالثلاث مدن الأساسية لحتى نطور مشاريع بالتعاون مع شركة بمتخصصين بهالمدن لحتى ناخد هلزة بين نحنا عنا هنا بعدد كثير كبير من المدن ونكمل جزء كبير من المدن العالمي اللي بنشتغل فيها إذا كنت تشتروا شيرز من هاي الشركات نحنا أبداينا رغبة وعم نشتغل على دراسة في هذا الموضوع فممكن تكون شراء أسهم أو شراء حصص في بعض المطورين أو ممكن تكون إنشاء جويند فنتشرز مع أحد المطورين أو إذا ما لقينا حدا ممكن نفكر نحنا ندخل بس نكون مستثمرين في مشروع معايا طيب يعني في ظل هذه التوسعات وكذلك المشاريع التي أربما أشرت إليها دار جلوبل اليوم كيف هي عملية تمويلاتها بالنسبة لأمشاريها القائمة اليوم نحنا فخورين جدا خلال ثلاث سنوات لدار جلوبل نحنا عيدنا السنة الثالثة من أسبوعين حققنا بآخر سنة الثلاثة وعشرين أرباح بحدود 83 مليون دولار اللي هي شكلت 25% عائد على رأس المال وكانت دار جلوبل من أنجح الشركات اللي هي موجودة على السوق الرئيسي في بورسة لندن نعم وجزء كتير كبير من التمويل اللي بدأنا فيه أجأ من الشركة الأم لحتى دخلوا بهذه المشاريع الرئيسية ردخ بالدولار عفوا نحنا كل أرقامنا في الدولار لأنه لست في لندن بعد ثلاث سنوات تقريبا الثلاثة وثمانين سنة الثلاثة وعشرين ثلاثة وثمانين مليون دولار نعم والعائد على الاستثمار بحدود 25% يلي كان الأعلى لشركة مدرجة بالنسبة كونه دار الأركان السعودي المدرجة في السوق السعودي تمتلك ثمانين في المائة من شركتكم معناتها فيه جزء كبير من هذه الإرادات بيروح يصب في شركة دار الأركان نحنا فخورين أنه ساهمنا في شيء ساهمتو لأنه بدي أعرف الأرباح من راحت راحت كل هذا القوائم المالي دار الأركان ولا أقنعتهم تتوسعوا أكتر بيشيل استثمارات ما صار في التوزيع أرباح لأنه مش هدك العمرة ثلاث سنوات توسعتوا مثلا هلأ عندكم مشاريع جديدة راجعين ناخد مشاريع جديدة في المملكة راجعين عند دار الأركان طيب سألتك رندا برضو على موضوع بحوظة التوميل عندكم ديون هل في عندكم نية لأنكم تصدروا أي من السندات ربما الحصول على تمويل هل أنتو بتعتبروا نفسكم بحسب صمعتكم ممكن تأخذوا تمويل بخدمة دين جيدة نحن حاليا وضعنا المادة أكفلنا السنة عندنا بحدود 240 مليون دولار غير مجهولين يعني هدولي نحن جاهزين لحتى نشغلهم بمشاريع بال2024 أو بعد 2024 تحت بند ماذا هذا المبلغ 240 مليون دولار فري كاش يعني الكاش اللي منه هو في حسابات الضمان والتمويل غير مسحوب من البنوك احتياطي من سميه؟ لا لا هيدولي تمويل موجود بس منه مستعمل وكاش فري كاش في الشركة فبيعادلوا هالرقم هيدا وهيدا ما بيعطي كمين مديونية كتير عالية لشركة تقريبا البوك فاليو فيها 500 مليون دولار فعنا مجال كبير بعض لنتوسع ويكون في عنا توسع بالمديونية وأكيد منحب كتير نشتغل على نفس اللي نجحت فيه الشركة الأم دار الأركان بإصدار سقوط يكون في عنا سقوط كمين لدار جلوبل طيب ربما في خطتكم التوسعية هل هناك اليوم بالنسبة لدار جلوبل مثل ما كنا نتحدث بعض الدول التي تختارها على حسب ربما المستثمرين أو الجنسيات هل هناك خطة في المنطقة ربما موضوعة اليوم لتوسع أكبر أم لغاية الانتهاء من هذه المشاريع القائمة أم ما هي الخطة ربما في موضوع التوسعات الخاصة بكم اليوم في المنطقة أكيد سنتوسع لأنه هذا سوءنا الأمنة ولكن ما هي ربما هل هناك دول مستهدفة من قبلكم أم لدينا خطة نتوسع في الإمارات نحن الحاليا موجودين فقط في دبي بخمس مشاريع في إمارة دبي توسعنا لمشروع صغير في إمارة رأس الخيمة وعننا اهتمام كبير كبير نتوسع في أبوظبي فيكون في توسع على يعني عم نسمع الساحل ومصر بحسب الفئة التي تتحدث عنها في فئة كبيرة من المستثمرين في مصر لهم يبحثوا عن المشاريع السكنية الفاخرة وأكيد أنتم ممكن تكونوا منافسين على هذا الموضوع كانت من بين الدراسة بس ما لقينا عدد الجنسيات الكافية اللي نحن نشتغل معها لتعملنا شرطة شو أكثر جنسية تتعاملوا معها وسهلة مش بالإقناع لكن فعلا وجدتوا أنه في عندهم أموال كاش استفدتوا من بعد جائحة كورونا لأنه في كتير ناس مسكت على الكاش فجأة تحررت الكاش وصارت بدأت اشتري عقارات الآن حاليا من أكبر محافظ الشركة كجنسيات هن الجنسية الهندية والباكستانية من الأكبر المحافظ بس طبيعا كما نعمل مشروع جديد حسب المنطقة ممكن تغيرني إذا تسأليني بإسبانيا بإسبانيا غير عن الإمارات المنطقة أو في لندن لندن غير عن إسبانيا أنا ورندب أنت من نشتري بإماربايا بإسبانيا إسبانيا كيف لا إسبانيا السوق موجود بقوة بعد كورونا وفي عدد جنسيات كتير كبيرة تشتري بالمنطقة وفي حوافز على 500 ألف يورو يكون في إقامة أوروبية معاك 500 ألف يورو بس نتبهوا على الدرائب السنوية شكرا لوقتك وكل التوفيق لكم سيد زياد الشعار وأنت رئيس تنفيذ لشركة دار غلوبل وهي المدرجة في بورصة لندن والتعبع لدار الأركان السعودية